بيان العلم وفضلي لأبي عمر يوسف بن عبدالبر رحمه الله تعالى أبو منازل العلماء قال علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت بن المبارك رحمه الله تعالى يقول أول العلم النية ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وعن محمد بن النظر الحارثي قال أول العلم الاستماع ثل ثم ماذا قال الحفظ ثل ثم ماذا قال العمل ثل ثم ماذا قال ثم النشر قال سفيان رحمه الله تعالى قال أو نعم ثم الإنصى الحفظ ثم العمل ثم النشر وقال أيضا سفيان رحمه الله تعالى أول العلم ناع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وقال فضيل بن عياض الرحمه الله تعالى أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام هذا الباب باب منازل العلماء كما ذكره أبو عمر يوسف ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله أيها الكرام الفضلاء يعني ما هي المنازل التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها في طريق الطلب أولا أن يصلح النية النية مطية النية مطية أن يصلح نيته في هذا الباب العظيم ولذلك قال الغزالي رحمه الله طلبنا العلم لأنفسنا فأبى العلم إلا أن يكون لله هذا الذي ينبغي أن يصلح الإنسان النية لأن هذا من شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة والإخلاص نية وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا فلابد أن نخلص نياتنا وأن نجدد كل مرة في إخلاص هذه النية وأن نجاهدها وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن ومما يعين على إخلاص النية كثرة تلاوة القرآن وكثرة قراءة سيرة العدنان صلى الله عليه وسلم وكثرة قراءة سير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة المفضلة وإما يعين على إخلاص النية أيها الفضلاء الكرام عبادة الخلوات إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلة يعني أشد وطاء يواطئ القلب فيها اللسان لأنه لا يراك إلا الرحمن تبارك وتعالى ومن الأسباب المعينة على إخلاص النواية ضمأ الهواجر وبكاء الأسحار ضمأ الهواجر وبكاء الأسحار ولذلك معاذ يقول لما حضرته المنية فبكى قال ما أبكي على الدنيا إلا على ثلاث ضمأ الهواجر يعني الصوم وبكاء الأسحار يعني قيام الليل ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الثمر ثم بعد أن يصلح النية يسمع كثيرا يستمع كثيرا وإن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم يذهب لأهل العلم الثقات يأخذ عنهم الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ثم بعد أن يستمع كثيرا وأن يقمش كثيرا يبدأ بعد ذلك مرحلة الفهم تبدأ بعد ذلك مرحلة الفهم يبدأ لأن إذا استمع وأنصت ثم بعد ذلك بدأ يفهم فإنه في هذه الحالة يستطيع أنه يستنبط ويستطيع أنه يبدأ بأدوات طلب بأدوات طلب العلم ففهم الشيء فرع عن تصوره فهم الشيء فرع عن تصوره ثم بعد ذلك يحفظ ويحفظ قليلا قليلا يعني لو إحنا طبقنا قاعدة عشر دقائق سيريس تين منتس وجلسنا في عشر دقائق لا عندك وادس ولا جوال ولا شواغل وحفظت في كل يوم بيتين على مدى عشر سنوات يكون عندك سبع ألفيات وهي العلم كله وهي أمات العلوم ألفية في القراءات كالشاطبية ألفية في المواريث كالرحبية ألفية في سيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام ألفية في النحو كما ألفية ابن مالك يعني تجمع لك هذه ألفية في مصطلع الحديث كألفية السيوط يعني تجمع لك عشر سنوات تمر سريعا نحن كم سنة الآن ما شعر الله قوة البرية نحن في هذا الدرس يمكن 13-14 سنة تمر سريعا والقليل مع القليل كثير ثم بعد ذلك تأتي مرتبة العمل تأتي مرتبة العمل هتف العلم بالعمل فين أجابه إلا ارتاح القرر يا محمد أتحفظون العلم قال لا نعمل به فنحفظهم فالعمل معين على الحفظ فالعمل معين على الحفظ فكم من مسائل حفظناها أيها الكرام الفضلاء لكن لما نزلت جائحة كورونا وجدنا أننا لم نحسن فهمها فأخذنا نسأل عنها ثم نعمل بها ومن نافلة القول الآن مثلا بعض الناس يقول يا أخي الآن نبغى نعتكف في البيت خلينا نطبق الآن القواعد اللي قالها ابن المبارك هذا رحمة الله عليه يعني ابن المبارك قالها الكلام قال الإنسان الآن نخلص النية طيب ممتاز وبعدين نستمع ونفهم ونحفظ نعمل طيب الآن نأتي الآن لتطبيق هذه القواعد على مسألة الاعتكاف في البيت في جائحة كورونا نطبق الآن ما نحن سمعناه وحفظناه وفهمناه لكي نعمل به نقول أن الأصل يا أحبابي في الاعتكاف أن يكون في المساجد قال ربنا تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فالأصل أن الاعتكاف يكون في المساجد لورود الدليل من القرآن في هذه الآية 187 سورة البقرة كما قاله الإيم الزرقاني على شرح موطة لأن مالك سبحان الله معن المالكية يرون بالاعتكاف في البيت لكن شوف هذا هو القلاوة الصحيح ولحديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين قالت النبي عليه الصلاة السلام يكون محتكفا في مسجده فيدخل لي رأسه فأرجله له دلالة إنه لو كان الاعتكاف في البيت كان اعتكاف في البيت النبي والمسجد جنب البيت عليه الصلاة السلام هذا دليل كتاب دليل السنة هذا نحن الآن نطبق ما حفظنا وسمعنا وفهمنا طيب دليل الإجماع كما نقله ابن عبدالبر في الاستذكار صاحبنا رحمة الله وابن قدام في المغني والقرطبي في تفسيره وشيخ رسولان بن تيميا في مجموع الفتاوى واختارته اللجنة الدائمة اختار الشيخ بن باز اختار الشيخ بن عثيمين وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع وهو الذي قاله السلف كما ذكر والبغوي في شرح السنة واختاره ابن العرب القرطبي المالك أيها الكرام الفضلاء إذن من يأتي نقول يا أخي أنت بتصلي في مكان لكن هذا المكان بعد ما تغلق الصلاة بترجع تاني بتنام فيه وتقلط فيه وتأكل فيه وتشرب فيه ما جعلته أنه مسجدا وحددته بحدوده وفرجته بالفرش ثم جعلت فيه المصاحف وجعلت فيه الكذا ولا يدخله إلا من أراد أن يصلي نافلة أو فريضة هذا هو هذا معنى كلمة مسجد إن يكون محدد بحدود أنه معروف هذا مسجد لكن مو غرفة زاك الله خير شئنا الكراسي على جنب بس الوقت الصلاة وبعدين رجعنا الكراسي كما كانت ثم رجعت غرفة معيشة أو غرفة مجلس أو غرفة صالون إلى غير إلى غير ذلك ففي هنا لما نفهم هالأمور حتى ابن عباس عد أن في لما روى البيهق لما المرأة تكلمت على الاعتكاف قالوا من فعل ذلك مبتدع من فعل ذلك مبتدع أيها الكرام الفضلاء يعني اللاجي الدحين يقعد يقول أبغى أعتكف في البيت يكون بذلك مبتدع طب ليش مبتدع نطبق الآن العلم اللي إحنا سمعناه وحفظناه وفهمناه نطبق هذا الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد يعني مردود على من يعني مردود على مردود على صاحبه بالمسالد ببيوت الله تبارك وتعالى ولا يشرع الاعتكاف أن يكون في البيت أيها الكرام الفضلاء وكما قلت لكم عند البيهق في السنن عن ابن عباس إن أبغض الأمور التي إلى الله البدع وإن من البدع الاعتكاف وإن من البدع الاعتكاف في المسالد التي في الدور التي في التي في الدور هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن طيب الآن تتوق النفس يا شيخ ماذا نفعل نقول وجودك في البيت وجلوسك للقرآن فيه أجر عظيم هذه واحدة الأمر الثاني حديث النبي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا من كانت له عادة عمرة في رمضان فمنع عنها لظرف أو لمرض أو لهذه الجائحة نقول سمعنا وأطعنا وأجرك أخي الحبيب مكتوب بإذن علام الغيوب تبارك وتعالى من كان معتادا على اعتكاف يترك فيه أهلهم ليقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد حيه أو في المسجد الحرام أو في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفلة القول يا أخواني أن الاعتكاف ضابطه المسجد ولا يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة وهذا اتفاق المذاهب الأربعة لا يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة لكن أفضل لو كان في الحرامين أو كان في بيت المقدس لكن لا يشترط لذلك بل كل مسجد جامع كل مسجد جماعة ولا يشترط حتى مسجد الجمعة لكن عليه إن آتت صلاة الجمعة أن يخرج يصليها ثم ثم يرجع ها ولذلك أنت وجودك ومرابطتك في البيت فيها خير عظيم ولذلك النبي قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قل نبل قال إسباغ الوضوء على المكارب وكثرت الخطأ إلى المسالد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وهذا من الأوقات التي تسجفها الدعاء قال الله عز وجل انظر إلى عبادي قضوا فريضة وينتظرون أخرى فهنا هذا من الأوقات التي فيها تفتح أبواب السماء يستجاب الدعاء المرابطة بين الصلاة والصلاة فهذا كل خير عظيم هذه فائدة ما قاله لإما رحمة الله عليهم في منازل العلماء أنها تكون بالنية الصالحة ثم بالاستماع ثم بالفهم ثم بالحفظ ثم بالعمل ثم بعد ذلك يأتي آخر شيء هو نشر هذا العلم لذلك يقول يقول البيكندي شيخ البخاري يقول أنفقت شطر مالي في طلب العلم وأنفقت شطره الآخر في نشره وبثه في نشره وبثه وإذا استطعت أن تنشر علمك بنفسك فذاك خير وإن لم تستطع فإن الله يقيد لك من يأتي لينشر علمك فكم من أناس نفقوا وماتوا وأنفق علمهم بعد موتهم كما في الإمام القفال الصغير وغيرهم من أهل العلم يقيد الله لك من يخرج لك هذا العلم ويزيل عنه غباره ويخرجه من عالم المخطوطات والمكتبات إلى عالم المنتديات والمحاضرات والخطب والجمع والجماعات نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نية خالصة وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسددا ورشادا وصلا أخذوا دعوانا الحمد لله رب العالمين